فكرة الصهر والواحد متخيل أنه فكرة الصهر أنه البني أدم لما بيصهر بيجوع فيبدأ يأكل فممكن العشاء يبقى مرة واثنين وما فيش مانع من بعض الحاجات قدام التليفزيون وإحنا المكسرات بقى أو الحاجات دي أو الفاكهة مثلا لكن الموضوع طالع مختلف كمان عن فكرة أنه إحنا بناكل بس ده الفكرة في الصهر نفسه بص يا لامي هي عائيا أسباب سنة كتيرة جدا هنا أسباب راسية ومشاكل في الهورمون زي الغودة الدرقية الغودة النخمية ساعة مشاكل في الغودة اللي فوق الكلة مع اللي تبعها اسمه كورتزون هورمون مشاكل طبعا النفسية وضغوط عصبية ليه أسباب كتير قوي بس هي ملخص كام بغض النظر عن الأسباب أنه ممكن يكون فيه عامل وراس جديد جدا لسبب السن تأكدي لو قلنا نأكله وفهم يعني إيه نزغم تغذية النكحة ونظم مجاباته والسلوكات بقت نكحة والله لو فيه مليون سبب فوق دماغه حي برضو حيفقد وزنه مش هيدخل يعني هي دي الفكرة اللي عادي نوصل للناس أنا مش معنى إن فيه سبب وراسي عندي إن الجسم مش حيفقد وزنه حيفقد وزنه وتعرف تحفظ على وزنك وجيب معادلات كويسة قوي بغض النظر عن الأسباب يعني ممكن محتاجة عزيمة لا هي محتاج حاكتين توجيه ناجح معايا والتزام مش حاصل بقى يعني ممكن واحدة جالي حرقها زيرو سفر يعني طبعا ما فيش حرق زيرو دي جسم الميت بس اللي بيحرقش معايا لو حرقها ما سببش حقول زيرو هتفقد وزنه برضو بستكل أكل بدري معايا تزبط الموايد تزبط الكميات حي تبقى موضوع السعر إحنا مفروض طبيا بعد 12 بالليل بيطلع هرمون سمكورتزون هرمون معايا من غودة اللي فول كلا أكتر أكتر هرمون ممكن يقبلك في حياتك الهرمون ده هتلاقي دايما الهرمون اللي هو اللي بيش لطيف اللي هو الكرزون هرمون اللي بيفتح الشهية ويخزن دهون ويجيب أمراض الدنيا يعني مش هزوك الناس اللي بيصهروا بالليل معرضين يجيلهم سكر من النوع التاني يجيلهم دون في مطقة البطن اللي نسبة عالية جدا إحساس الجوء مستمر ضغط عندهم عندهم اكتئاب عندهم واحدة عزلة العمر الافتراضي بيقل التلت في الصهر بالليل عشان كده بيقولك أكتر الناس فيهم صحة وبركة اللي تلاقيه النوم بدري وصحيانهم بدري معايا ودايما الجسمي البشر صبحان الله زي مثلا زي شخص زي أسأل لو عندك مصلحة كل ما صحيتي بدري هتعلي المصالح بتاعتك كلها بتاعتك بتاعتك بتعلي صحيح متأخر وهو النوم في مواعيد معينة بدري والصحيان بدري ده بيضبط كل حاجة في الجسم قلتوا ماذاك يعني مفروض وانت نايمة بالليل يعني سبحان الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى بالضبط يعني مش عزيك وانت مفروض نايمة انت بالليل بيطلع هرمونات وانت في قدى ضلمة بعد الساعة 12 بالليل حيسمها الملاتيني الهرمون وحيسمها جروس هرمون دي الهرمونات اللي بتزبط معدل حرب وما سأقول عن طول يعني حتى مش عزيك لأطفال مفروض انه بيناموا بدري لو ما طلعش من الجروس هرمون بسبب ايه سبب الموضوع التخصيئ يعني تلاقي الطفل مش طويل يعني في النمو بتاعه معايا فعشان كده لازم ينام بالطفل ينام بدري حتى الكبر نفس حكاية معايا الحكاية زي ملاتيني الهرمون مسؤولة انه لو انت قل وانت بتصاري بالليل هتلاقي اعراض الشايخوها بتباني عنيك بسرعة معايا تجهي بتزهر الجلد بتتغير سمر بتاع تعينيك اتلام ده كله كل ده انت تفدير بس ننم بدري وبقولش ننم بدري حننم الساعة تمانية يعني مش لاز بقى نصل الساعة تتاربعة مش من بعد الساعة تناشر بقى اوة يعني